أنواع التأمين احنا عندنا في حالات مختلفة للتأمين وأنواع كل حاجة ممكن نتأمن عليها هنا بس خلينا ناخد الموضوع التأمين ده بأنواعه وبرضه نشرح للسادة المشاهدين كل نوع على حدة النقطة اللي حضرتك ذكرتها حلوة جدا إن موضوع التأمين دوت مش متدول بنا ليه إحنا في الدول الشرقية عندنا إحنا مش متعودين على التأمين يعني كل حاجة إحنا تروح بتعملها بنفسك أو بتدفع حقها فما فيش موضوع التأمين زي هنا زي النمسا وأوروبا بس بما إن هنا كل شيء غالي جدا وتكلفة باهزة جدا فكله بيعمل تأمين أنا أول ما جيت النمسا استغربت إن الناس بتعمل تأمين على سنانها يعني واحد بيأمن على سنان ولو جرال حاجة بيروح لشركة التأمين أو تأمين على الوفاة لأن هنا بتكون المبالغ جمدة جدا بس النهاردة الأنواع التأمين اللي هنذكرها للشق القانوني بتاعنا هو التأمين على البيوت التأمين على المحامي التأمين على المؤسسات التجارية لأن بناء على المشاكل اللي وقع فيها الأشخاص اللي بيجوا عندي في المكتب فقررت النهاردة إن أنا أوضح لهم قد إيه وجود تأمين يكون مهم جدا طيب خلينا نتناول نقطة الأولى التأمين تأمين المنزل تأمين المنزل سواء وده طبعا بنا هنتفرع له لأن فيه بالنسبة للمنزل فيه نوعين من التأمين فيه تأمين لو أنا أمتلك البيت بأمين على البيت كمبنى وبأعمل تأمين عليه ضد الحريق ضد المياه وكذا وفيه تأمين داخلي اللي هو الهافتفليت نسميه ده تأمين بتاع البيت نفسه أو لو أنا واغي تشقة تكلمين عن النوعين تفضل طيب تأمين البيت فيه بقى حاجات كتير قوي إحنا محروفة عننا الشرقيين بنحب النطبخ صح ولا غلط صح كم واحد فينا بينسى الحلة بتاعة الأكل على البوداجاز كتير صح أكيد طمام إيه اللي بيحصل بتحصل حريقة طب لو حداك ما عندكش تأمين للبيت إيه اللي بيحصل في الحالة دي حداك بتحمل التكلفة كاملة والتكلفة أبدا مش بسيطة هنا ألفات مؤلفة الحاجة التانية البيت تسرق نادة حتى المطافة لما بييجي بقى لا 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 ده انت بتدفع فواتير حط بالعشر تلاف و بالعشرين ألف بقى ده انت دي كارثة طيب حاجة تانية البيت حضرتك تسرق هتعمل إيه نسيت مفتاح البيت انت طالع و دي فينا كلنا بعض تقفل الباب وبتجري بسرعة و نسيت المفتاح بتعمل إيه حضرتك تأمين البيت بيتحمل التكلفة دي الشبابيك بتاعتك لو اتقسرت والشبابيك غالية جدا برضو بأرقام بتعمل إيه من ضمن الحاجات على تأمين البيت كمان حاجات مهمة جدا حداك لو عندك أطفال أنت أو الأطفال بتاعتك و دلوقتي هنذكر منهم كذا حالة حداك دخلت السوبر ماركت أو أي محل و طفلك أو أنت وقعت شي قيم جدا و غالي و قصرته مطلوب من حداك أن أنت تدفع حقه تأمين البيت المفروض هو اللي بيدفع التكلفة دي و ده بيبقى اللي هو الشهد عنده غير طبعا طبعا طيب حضرتك في الزيارة عند حد و ابنك بدون ما يقصوا تقصر له شاشة التلفزيون شاشة التلفزيون دي بألف يورو بخمسمائة يورو أو وقع موبايل الشخص ده و قصره والمبلغ كمان غالي جدا حداك بتعمل ايه؟ تأمين البيت بيدفع الحالة دي طيب انت ماشي و طالع بالعربية بتاعت المشتريات طالع من السوبر ماركت و ماشي حضرتك أو الأولاد و هوب جرحت السيارة بتاعت واحد بدون ما تقصد تمام؟ تعمل ايه في الحالة دي كمان تأمين البيت بيتحمل التكلفة وفي بقى مشكلة تانية دي بقى اللي ايه اكتر حاجة بيجيلي فيها في المكتب هحكي لك قصة بتاعت شخص لان هي صراحة قصة الواحد ما كانش عارف هو يضحك ولا يعيط من القصة هو شخص خليني يقول لك المثال عليك انت الاول دلوقتي لو في بيت حضرتك احنا متعودين عندنا مثلا في مصر المية بتاعتك او السباكة او الخلاط نقط مية او قصر بتعمل ايه؟ بيجيب سباك بيجيب سباك من اول الشارع صح؟ بيجي بيساعدك او ممكن تخبط على جارك تقوله في عندي كذا بيطلع بيساعدك او انت بنفسك بتعمله العملية بسيطة عندنا الشخص دوت لقى الخلاط بالليل بتاعه بينقط مية كده في حاجة مش مظبوطة هو راجل عنده خبرة وعنده هواية بيحب السباكة وبيحب يصلح في الامور والكلام دوت ام جاب العدة بتاعته وام ام صلح الدنيا والعملية بقت تمام فوجئ بعد يومين تلاتة الجيران بعت له جواب وقصة كبيرة ان المية اللي فوق نزلت علينا تحت فهو الراجل طبعا مش عير ام كاتب جواب للي صاحب البيت وقال له اه انا عندي كان واحد اتنين تلاتة وانا قررت ان انا اللي غير السباكة فانا اللي غيرت الخلاط وعملها زي الفل يعني مفيش اي مشكلة يعني عملها كأنه فعلا سباك وده حصل كذا رد الفعل ايه بقى بعطوله فاتورة بعشرين الف يورو حداك متخال المبلغ عشرين الف يورو يعني يشتري بيوم عربية بي ام المبلغ دوت مطلوب منه ان هو يدفعهم فالراجل قالك دول عالم ايه مجانين يعني فلوس ايه اللي انا هدفعها المبلغ ده كله انا لازم اشوف محامي ونشوف هنعمل ايه هو مش مستوعب ان معقولة من وجهة نظرنا احنا العربية دي حاجة بسيطة جدا بس بالنسبة لنمسا دي كارسة من ضمن الحاجات اللي كتبوا له اول حاجة هو معندوش تأمين بيت اتنين معندوش تأمين محامي ان هو يروح لمحامي يقول له الحقني اعمل ايه في الكارسة دي ثلاثة هو ايلوم ان هو اللي مغير الحاجة دي وده ممنوع حضرتك ان انت تغير اي شيء متعارض في الكلام ده الا لما تكون جايب شركة يعني ليها اوراق مش بس كده يعني شركة رسمية وهو اصلا لو كان راح لشركة وعملته له وبدون ما ياخد فاتورة كان برضو هو اللي يعمل هيا دي ما احنا لان هما التأمين شقين هنا يا اما لو انا مؤمن التأمين بتاعها اللي بيدفع لو الخطأ من شركة الصيانة اللي عملت الشركة الصيانة بتبقى عاملة تأمين الخطأ بتاعها فالتأمين بيدفع بالزبط ففي جميع الحالات التأمين مهم في الحالات دي لان التأمين هو اللي بيغطي التكلفة اي خطأ تاني وممنوع ان انا اعمل الموضوع ده وانا حتى لو كنت بروفي فيه لان في الحالة دي انا اللي هتحمل هي هذه الفكرة الاساسية علشان كده حضرتك حتى لما بنجيب يعني اغلبية الناس بتعمل كده بتجيب حد عادي كمان مش عندوش شركة اساسية وبيقوله سعيدني في ده فهو حتى الحاجات اللي هو بيساعدك فيها لو عملها مش مصبوطة وانت ما عندكش تأمين بيت يعني احنا نقدر نقول ان خطورة موضوع وجود تأمين البيت ده شيء مهم جدا لازم كل الناس تلجأ لي بجانب تأمين المحامي اللي تطلقت لي على عجالة بس احنا عايزينه بالتفصيل شوية ماشي النقطة اللي ضمن تأمين البيت حداك شفت الكوارث القبيعية اللي بتحصل كل شوية شفت الفيضان اللي حصل في النمسا انت انا قريت في الاخبار ان بيقولك فوق المليار تقريبا شركة التأمين خسرت مليار يورو مبلغ كبير طيب انت دلوقتي لو الله لا يسمح حصل اي شيء حصل فيضان حصل زلزال حصل اي حاجة طبعية ده تأمين الكوارث طبعا من ضمن التأمين حضرتك ان هو بيساعدك في البيت يعني ده شيء مهم